تحيل حضرتكم ومشاهدي قناتكم الكريمة سيدتي العزيزة بالإضافة إلى صفتنا الحزبية فنحن أيضا لدينا عمل أكاديمي لذلك أنا أتمنى أن أكون اليوم كباحث في الشأن السياسي حتى لأن الموضوع يتعلق ربما بموضوع غير محسوم فيما يخص الجدل داخل العراق لذلك لنقول أن أنا باحث فلنعتبر لأنني باحث في الشأن السياسي كون هذه صفة أظهر بي أيضا بالفعل كما ذكرت حضرتك اللجنة العراقية المشتركة مع قوات تحالب بدأت في 27 من قانون الثاني الماضي وهناك جولة أخرى في هذه الأيام الموضوع سيدتي مشكلة الانشطار الأفقي والعمودي هذا القرار يتعلق بالسيادة العراقية هناك انشطار موجود لا يوجد قرار موحد وطني وهذه مشكلتنا في العراق نعاني منها أن القرارات ذات البعد الوطني والسيادة يكون هناك انشطار أفقي وعمودي وهنا أقصد أنه داخل المكون الواحد ربما وأيضا يعني كلا له وجهة نظر يعني هناك وجهة نظر مختلفة ورأينا في الجلسة التداولية التي جرت قبل يومين وهي ربما امتدات لجلسة عام 2020 بعد حادثة المطار والقرار رقم 18 الذي صدر عن البرلمان العراقي في بدايات عام 2020 والداعي الحكومة بإخراج القوات الأجنبية والقوات الأمريكية لذلك رأينا العدد القليل يعني حتى داخل المكون الشيعي يعني لم يحضر سوى 100 نائب يعني وهذا وهم أكثر من 180 صحيح أنه كان هناك 88 من أصل 329 مع انسحاب ومقاطعة للكتة الكردية والسنية ما ليسا كذلك نعم سيدتي نعم ولكن العدد الذي ذكرتي حضرتك يعني الرقم متفاوت هناك من قال 98 هناك من قال 100 ولكن حتى لو كان 100 هذا يعني أنه غياب أكثر من 80 عضو الشيعي يعني لنتحدث بدقة يعني هذا يعني أيضا أن وجهة النظر الحكومة الحكومة تدرك يعني حضرتك تعرفين النائب ربما لديه حسابات ولكن الحكومة وصانع القرار في الدولة العراقية يدرك الكلفة يعني مثلا نحن نتحدث عن لنتحدث بصراحة العراق بعد عام 2003 التحول إلى ساحة للصراعات الدولية والأقليمية لذلك من حق المواطن العراقي أن يتساءل هناك من يدعو إلى تقليل النفوذ الأمريكي ولكن هل يكون انسحاب الأمريكان أو النفوذ الأمريكي مقابل أن يتم بلأ هذا الفراغ من القوى الأقليمية يعني هل نستبدل نفوذ بنفوذ آخر لماذا لا تكون نقطة التوازن والذي يعمل عليه سيد محمد الشيعة السوداني وأكرر لحضرتك حتى تشكيل هذه الحكومة كان في ظل أجواء أقليمية قائمة على التوازن توازن وهدوء في قواعد الاشتباك في منطقة الشرق الأوسط على ضوءية تم تشكيل هذه الحكومة في تشكيل الأول عام 2022 الآن بسبب حرب غزة وبعض التداعيات الأقليمية هناك خشية من حدود خلل في هذا التوازن لذلك من حق المواطن العراقي يسأل هل نستبدل النفوذ الأمريكي بنفوذ آخر أقليمي ربما لو تم توظيف العلاقات الجيدة وهناك اتفاقين إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة أن توظفها الدولة العراقية بصورة جيدة لتحقيق طفرات سياسية واقتصادية ونحن نعرف مدى التأثير الاقتصادي لأمريكا على الاقتصاد العراقي ورأينا في الفترة السابقة كان هناك ربما بعض الإجراءات من الخزانة الأمريكية أدى إلى انخفاض سعر الدينار العراقي وكانت هناك تداعيات اقتصادية خطيرة لو لا تدارك الجانب العراقي لذلك وحدثت تقديم بعض الضمانات إلى الخزانة الأمريكية حتى لا تعرض العراق إلى عقوبات اقتصادية لذلك هنا نتحدث عن الكلفة وأيضا نتحدث عن تداعيات الانسحاب الأمريكي هناك حالة من عدم الثقة موجودة بين المكونات العراقية لذلك أنا أرى هناك نوع من الإجحاف والظلم ونوع من المبالغة والشوء الإعلامي في إلصائق هذه التهمة بالكرد والسنة لنكون صريحين هناك حالة عدم ثقة موجودة يعني لو كانت هناك حالة من الثقة وكان هناك اتفاق بين كل القوى الأطراف السياسية العراقية أنا أعتقد في هذه الحالة كان ممكن أن نصل إلى هدف مشترك ولدي مثال سيدتي أثناء محاربة داعش كانت قوات البيشمرقة والحجز الشعبي والقوات العراقية تقاتل تنظيم داعش الإرهابي هذا يعني وجود عدو مشترك أو هناك هدف مشترك أو مصلحة مشترك أما في موضوع الانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف هناك آراءة متباينة يعني جميع القوى السياسية في العراق يعني ليست متوافقة بهذا الأمر حضرتك تقصد هذا الأمر أن جميع القوى السياسية وحتى في الإطار التنسيق هناك انقسامات والأقليم أيضا هناك انقسامات حول التوافق على خروج التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أيضا سؤال سيد أحمد يعني أن اليوم بغداد هل تملك الضمانات التي تقدمها للولايات المتحدة الأمريكية بعدم تعرض قواتها للهجوم إذا ما خرجت من العراق هذا أيضا لأن واشنطن هناك حديث أنها فرضت شروط على بغداد مقابل الانسحاب يعني بالفعل هذه موضوع الضمانات والشروط موجودة وهناك وجهة النظر العقلانية موجودة في صانع القرار العراقي وفي الحكومة العراقية وحتى إن كان هناك انسحاب يكون ضمن القنواء يعني نوع من الهدوء يعني بعيدا عن الضغط والضغط المتبادل وتحويل العراق إلى ساحة للصراعات الأقليمية الموجودة يعني الحكومة العراقية لديها هذه وجهة النظر يعني العقلانية موجودة في محاولة يعني حل هذا الموضوع عن طريق الحواء يعني حضرتك رأيت يعني كما كان في سؤال حضرتك نعم هناك حتى داخل البيت الشيعي لو تحدثنا عن قوى الإطار التنسيقي هناك عراء متفاوتة هناك بعض القوى من الفصائل وأيضا بعض الأطراف التي لها تمثيل في تحالف يعني في الإطار التنسيقي ربما ترغب انسحاب القوات الأمريكية ولكن في نفس الوقت نرى هناك وجهة نظر أخرى والدليل يعني اللي نرجع والتحليل السياسي قائم على المعلومة والتحليل العدد القليل الحاضر يعني ربما العدد حتى كان يقل عن العدد الذي حضر في قرار رقم 18 أقصدونا جلسة كانون الثاني عام 2020 يعني قبل أربع سنوات يعني عدد قليل جدا وكانت جلسة تداولية وهذا دليل على عدم الاتفاق على يعني عود إلى هذا القرار سيد أحمد يعني قرار 18 عام 2020 الذي ذكرته حضرتك والذي منح الحكومة بإخراج القوات الأمريكية يعني لم يقم بها لا عادل عبد المهدي ولا الكاظمي ولا حتى السوداني اليوم هل قد يتطور الأمر إلى ربما إجبار أو ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج وهذا بالتالي له عواقب يعني سيؤدي ربما إلى غضب أمريكي وبالتالي ربما نشهد عقوبات ما أيضا على العراق نعم سيدتي والخطورة يعني هناك بعض الآراء يعني الغير منطقية تقول بغلق السفارة والطرد البحثة الدبلوماسية الأمريكية أنا أعتقد هكذا قرار خطير سيكون له تداعيات خطيرة ربما حضرتك تعرفين التأثير الأمريكي في البحيط يعني في العديد من دول العالم في عديد من القارات التأثير الأوروبية وغيرها ربما نشهد في بعد ذلك هذا القرار انسحابات عديدة من البحثات الدبلوماسية هذا سيخلق نوع من العزلة العزلة الدولية للعراق يعني هناك بصراحة أيضا ليكون صريح معك أيضا تداعيات حرب غزة الضغط والضغط المتبادل تحقيق ضغط في العراق حتى يتم تخفيف الضغط في ساحات أخرى وحتى تعزيز الإيراني أيضا وارد جدا يعني أنا لا أستبعد أنه النفوذ الصراع الأقليمي جاهز في هذه الجزئية لذلك نحن نرى يعني والحكومة العراقية الآن حتى تحاول أن تكون سياسة نوعا متوازنة تأخذ بنظر الاعتبار ما تدعو إليه هذه الفصائل أو بعض الأطراف في نفس الوقت أن يكون هناك قرار عقلاني ونوع من العدوء لأن حضرتك كما ذكرتي يعني هناك العديد من الأوراق الضغط يمتلكها الجانب الأمريكي وحتى موضوع قطع العلاقات أنا أعتقد هذا شيء مؤشر خطير وأنا قد لحضرتك يعني لنتساءل بمنتهى السهولة هل نتم استبدال نفوذ الولايات المتحدة بنفوذ أقليمي آخر ربما ستكون سلبياته أكثر من إيجابياته لذلك ربما أنا لا أشبه عراق بسويسرا الشرق ولكن لأننا لسنا جوار للنمسا وألمانيا يعني المناخ في أوروبا يختلف عن الشرق الأوسط الذي يشتعل بالحروب والأزمات ولكن على الأقل العراق الضامن الوحيد لقوة الدور المحور العراقي في المستقبل القريب وحاليا هو حفظ هذا التوازن التوازن بين الصراعات الأقليمية والنائب في العراق بالاستفاف لطرف ضد طرف آخر بخلاف ذلك سنعود نقطة للصراعات الأقليمية وحضرتك رأيتي بعد الاحتلال لأمريكا عام 2003 كيف تحول العراق إلى الساحة للصراعات الأقليمية وكان الضحية هو المواطن العراقي والدم العراقي وتراجع الاقتصاد العراقي وتبيل ثرواته لذلك وجهة النظر العقلانية موجودة لدى الأطراف العراقية وإضا لدى حكومة العراقية بالنائي عن العراق عن الصراعات الأقليمية الدائرة أشكرك جزيلا شكر لكل هذا التحليل من سليمانية أحمد الهركي قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني